اشتركوا في القناة من انواع التغيير لاني انا في الفترة الماضية بطلت اعمل توقعات شهرية فصرت ادمج لكم من التوقعات الشهرية اللي هي حركة الكواكب وتأثيراتها عليكم وبعدين نحكي احنا انتقالات القمر وتأثيراتها عليكم كيف بتكون خلال هذا الاسبوع واهم الاشياء اللي ممكن تكسبوها او تكون لصالحكم او الاشياء السلبية اللي تحذروا منها الاهم انك انت تسمع برجك وتسمع طالعك يعني بخلال ساعتين كل الابراج وراح تكون نازلة على القناة اللي ما بعرف طالعه ايش يعني بينزل في صندوق الوصف بلاقي فيه روابط لها علاقة بالطالع واستخراج الطالع وموقع لاستخراج الطالع منه عشان انت تستفيد من كل الموضوع وبتدمج ما بين توقعاتك اللي هي لبرجك ولطالعك مع بعض فبتطلع بتوقعاتك الشخصية اللي بتناسبك انت وبتنطبق عليك بنسبة عالية جدا اعرف مين الغالب عليك او اللي بتنطبق عليك توقعاته اكثر فهي اللي انت بتاخذ فيها وبتستفيد منها بشكل كبير اهم اشي انك تركز معي ايش انا بحكي عشان تكون الامور اللي صالحك بالكامل وتستفيد من كل هاي التوقعات طبعا قبل ما نبلش احنا بالتوقعات الاسبوعية بدنا نعطي نبدي عن تأثيرات الكواكب اللي بتأثر عليك بشكل عام بالفترة هاي يعني عشان تعرف انت شو سبب هاي المتاعب او الايجابيات اللي انت بتشعر فيها بسبب تأثيرات الكواكب الموجودة طبعا اول اشي بالنسبة للشمس بما انه الشمس موجود في بيتك 11 وعطارد ايضا اللي بتراجع بشكل سلبي برضو موجود في بيتك 11 فعشان هيك بتلاقي الفترة هاي في تقلب اما انه اشخاص بتدخل حياتك بشكل مفاجئ او بتبني علاقات او صداقات بشكل مفاجئ او بتتواصل مع اشخاص كانوا بعاد عنك كاصدقاء او فجأة بيظهروا دعوات وحفلات ومناسبات واشياء من هذا القبيل ولكن في المقابل ممكن في الفترة هاي تخسر بعض الاصدقاء او تحمل على تصرف اصدقاء او تستأمن تصرف بعض الاصدقاء لانه الاثنين الكوكبين هدول واحد بعطيك ايجابية واحد بعطيك سلبية فعشان هيك بصير التقلب على هذا الباب اثنين بالنسبة للزهرة اللي موجودة في بيتك العاشر اللي هو بيت السمعة فهذا بيقولك انه يعني ما تغامر في سمعتك ولكن هو تأثيراته السلبية هاي موجودة لغاية يوم السبت بعد يوم السبت بتصير تأثيرات ايجابية فبداية الاسبوع بدك تنتبه ما تشوه سمعتك ما تدخل في اعمال مشبوهة ما تغامر ما تخاطر ما تخالف القوانين اهم ايش برضو نقاشات حادة مع زملائك او رؤسائك بالعمل حاول انك تتجنبها عكس هاي الامور من ناحية ايجابية بتبلش من يوم السبت الا صالحك يعني بتدعم من علاقاتك ومعارفك وممكن تستفيد من علاقاتك لانجاز كثير من المهام او المعاملات بالفترة القادمة وممكن برضو تعزز مكانتك في مكان العمل او يجيك عرض مناسب لا اشي الو علاقة في عملك او عملي جديد اما بالنسبة لبيتك الخامس اللي هو بيت الحضوظ فعشان هيك انت بتقول انا السنة هاي ما اجنيش حظ نهائيا السبب انه كل الكواكب موجودة او معظم الكواكب السلبية او الايجابية حتى موجودة في بيتك الخامس يعني المشتري بلوتو هدولا كلهم وهي زحل بتتراجع من بيتك السادس وبدي يدخل برضو لعندك فهذا كل هذا الضغط اللي موجود هو اللي بسبب الخلافات او الخسارة العاطفية او بتنهي علاقة عاطفية قديمة او ممكن توتر على المستوى العاطفي او خلاف ما بينك وبين احد الابناء الان في عنا المريخ اللي بنتقل من بيتك السابع اللي هو مقابلك كان تماما وضغطك على مستوى الشراكي والاوراق القانونية والمعاملات والشغلات هاي وفي نفس اللحظة انه الان بدو ينتقل هو على بيتك الثامن فعشان هيك بتلاقي الخلافات الفترة هاي كلها بتزيد على مستوى اوراق قانونية او معاملات او ما بينك وبين الشركاء اللي هو شركاء المال والعاطفي ما بين الازواج ممكن حدية كاملة بالطباع ممكن توصل حتى الفراق ما بينك فبدكوا تهتموا بانه ما تصعدوا المشاكل بشكل كبير بعدين تظهر المسائل الثاني اللي الها علاقة بالاموال المشتركة اللي هي الها علاقة في الديون في القروض في الكفالات بالوكالات في امور الها علاقة بالبنوك ضريبة تأمين ممكن تخسر فلوس لا اليك ممكن يضيع منك فلوس ممكن حد ينصب عليك بالفترة هاي ممكن يغرر فيك ممكن انت بسوء انتباهك برضو انت ضيع من مقدراتك او من هاي المكتسبات خلينا نروح على توقعاتنا الاسبوعية ونشوف هذا الاسبوع ايش بيحملك من مساء يوم الخميس وحتى مساء يوم السبت القمر بيصير موجود عندك بالعذراء فعشان هيك كل الضغط اللي كان في الايام الماضية او السلبية اللي كنت تحسوا فيها بتبلش تتلاشى بشكل يعني تدريجي ولكن بتلمس الفروق فبتشعر بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على الامور او على زمام الامور بتكون مميز باداك الفترة هاي واعدة بخبر او تسوية او انطلاق مرحلة جديدة بتطرح افكار جديدة وبتجتهد في انجاح مشروع جديد اي الفترة بتطلب منك الحماسة والوضوح في الافكار من مساء يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بيصير في الميزان يعني في بيت المال فعشان هيك الفترة هاي بتحملك فرص لمكاسب مالية بتكون على الاغلب من عمل اضافي بتكون ممكن انك تحصل على هدية او على جائزة اهمش انك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب او حبيب لا تبالغ بمصاريفك كون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية او استشفائية من مساء يوم الاثنين وحتى فجر يوم الخميس القمر بصير موجود بالعقرب هون تنشطوا في امور الها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات بتكون الفترة هاي مناسبة للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع اخ اوجر هاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي برؤية بالرؤية الصح والحكمة والموضوعية بدعوك للتكلم والتعبير عن عواطفك وتوضيح افكارك منكم ممكن يطلق حملة ترويجية او يسمع خبر صار بالفترة هاي من فجر يوم الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر بصير موجود بالقوس ففي الفترة هاي بصير بوسعكم ادخال تعديل مطلوب على مساكنكم تجدوا تعاون من افراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي او منزلي ممكن تظهر مشاكل شخصية او عائلية اهم ايش انك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الاجواء شوي بتكون فيها نوع من انواع العدائية وبتكون متوترة اهم ايش انه برضو بالفترة هاي اتراعي وضعك الصحي لازم تراقب وضعك الصحي بشكل جيد ان شعرت بشيء غير اعتيادي حاول انك تراجع طبيبك هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء